الآن ينضم إلينا من جنوب لبنان الزميل مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرات الإخبارية مرحبا بك عزيزي مصطفى لعلك آمن وبخير ماذا لديك يا مصطفى؟ يعني تواصل للغارات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر طائرتها هنا على الجنوب اللبناني وكافة المدن والبلدات في الجنوب اللبناني جميع الأقضية في الجنوب اللبناني بقطعاته الثلاثة ما زالت تشهد غارات عنيفة من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي ولكن على أوقات متقطعة ربما انهدأت الأوضاع هنا في الجنوب اللبناني تزداد الضربات وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حجماتها على البقاع الشرقي وكان اليوم هو ذروة الأحداث في البقاع الشرقي والذي من خلال ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني الآن وفي هذه الأثناء يعني إحدى الغارات القريبة من هنا من بلدة ريمش نسمع دوي هذه القذيفة التي أطلقت من إحدى الطائرات الحربية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهذا هو الأمر المعتاد في كل البلدات والقرى في الجنوب اللبناني إذا ما هدت الأوضاع هنا في الجنوب اللبناني وفي القطاعات الثلاثة نستطيع أن نقول بأن هذا الهدوء يعني يكون منتقل إلى مكان آخر وهو البقاع الشرقي الذي تزداد فيه كثافة وضراوة ما تقوم به قوات احتلال الإسرائيلي من هجمات عريفة تقصد أن الضربات لا تتوقف يا مصطفى إن هدأت في نقطة فهي مستمرة في نقاط أخرى بالفعل يعني لحظات الهدوء التي نعيشها هنا في الجنوب اللبناني تكون هناك ضربات مكثفة وسلسلة كثيفة من الغارات على البقاع الشرقي وكنا قد شاهدنا هذا اليوم غارات شديدة على البقاع الشرقي تحديدا في مدينة بعلبك ومحيط هذه المدينة التي استهدفت طائرات الاحتلال من خلال هذه القضائف التي أطلقتها عدة أماكن مأهولة بالسكان مما يؤكد على أن كل ما تقوله أو يقوله جاش الاحتلال من أنه يستهدف أماكن وتمركزات تابعة لحزب الله هي أقاويل كاذبة لأن الأمر أصبح الآن هو استهدافة للمدنيين واستهدافة لكافة أطراف الدولة اللبنانية التي أصبحت الآن تعيش أجواء الحرب ما استمعنا إليه توا يا مصطفى يبدو أقرب إلى النقطة التي أنت فيها انفجار يبدو أنه أقرب إليه بالفعل بالفعل يعني ربما هذه هي قذيفة أطلقتها إحدى الطائرات الحربية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا المكان تحديدا ربما قرية يارون هذه هي القريبة من هذه المنطقة من قرية تاريميش كل هذه القرى والبلدات نسمع دوي هذه الطلقات والقضائف في أوقات متفرقة وهو ما يؤكد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مصرة على توسيع الهجمات والغارات داخل الأراضي اللبنانية بعكس كل ما كان يقال صواح هذا اليوم من أننا نمضي نحو تحقيق هدنة أو إيقاف لإطلاق النار في الجنوب ولكن ما شاهدناه بعد عصر هذا اليوم هو ما يؤكد ذلك دون محاولة إفشاء أسرار عسكرية مثلا أو شيء من هذا القبيل حدثني عن الشائع هل القوات شبه النظامية لحزب الله توجد في ثكنات بعينها كالجيوش أم أنها منتشرة على الأرض ولا يمكن أن نحدد لها مكانا بعينه لا نستطيع أن نحدد مكانا بالأعين لوجود هذه القوات أو هذه العناصر أو هذه التمركزات وحتى الأماكن التي تطلق منها الرشقات في الجنوب اللبناني تجاه المواقع العسكرية في الأراضي المحتلة نستطيع أن نرى فقط في السماء ما يطلق من رشقات من الجنوب اللبناني وما يتم اعتراضه عبر الصواريخ الاعتراضية التي تنطلق من الأراضي المحتلة عبر هذه الأماكن التي تتبع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي هو ما نشاهده فقط في السماء من رشقات ساروخية والتي وصلت إلى عشرات هذه الصواريخ اليوم والتي تنوعت ما بين صواريخ طويلة المدى وقصيرة المدى أطلقت من قبل حزب الله في اتجاه مواقع عسكرية تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت تقدر شملت بعض من المواقع العسكرية القريبة من هنا في الجليل الأعلى حيث هذه النقطة تحديدا يقع الجليل الأعلى وهناك عديد من المواقع والثقنات العسكرية التي تم استهدافها هذا اليوم مثل ميرون وشمشون بالإضافة أيضا إلى مدينة حيفا التي طالت رشقات ساروخية تابعة لحزب الله هذه المدينة من شمالها وشرقها وهو ما يؤكد تنوع واختلاف ما يقوم به حزب الله من ردات فعل وإطلاق رشقات للصواريخ أصبحت تطال يعني عدد من المستوطنات وعدد من المراكز العسكرية والاستغراطية في الأراضي المحتلة تصل إلى مدى أكثر من سبعين كيلومتر أقطاب جيش الاحتلال يتحدثون بوضوح عن نيتهم على الأقل استعداد لاجتياح بري كيف يستعد الجنوب لهذه النيات الإسرائيلية السوداء يا مصطفى يعني بداية هذه البشائر أو بداية هذه النية التي رآها سكان أهل الجنوب اللبناني كانت بعمليات النزوح الكبيرة عمليات النزوح الكبيرة والتي بدأت منذ بداية هذا التصعيد الكبير التي قامت بقوات الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى خروج آلاف من الأسر اللبنانية في بلدات وقرى الجنوب اللبناني نظرا لما شاهدوه من كثافة هذه الغارات وذكرهم بأحداث حرب عام 2006 ما بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي وقالوا أن هذه المشاهد هي الدلالات الأولى على أن هناك نية لدى الجانب الإسرائيلي بأن يكون هناك احتمال لدخول بري وبعد ذلك ما قامت بقوات الاحتلال الإسرائيلي من استهداف بعض القرى من استهداف بعض الشوارع والطرقات الرئيسية الواقعة والفاصلة ما بين قرى وبلدات الجنوب اللبناني والتي تربط الجنوب اللبناني بمحافظة النباطية وصور وصيدة استهداف الطرق هذا هو ما يدلل أيضا لدى كثير من اللبنانيين على أن هناك نية لعزل هذه البلدات وعزل الجنوب اللبناني وهو تمهيد لعملية دخول بري كذلك المدفعية التي أصبحت تطلق من حين لآخر كلها يعني دلائل على أن النية باتت موجودة لدى قوات الاحتلال باقتحام بري على الجنوب اللبناني أشكرك جزيل الشكر وأدعو الله لك بالأمن والسلام يا مصطفى أنت وكل الأهل في لبنان شكرا